ينضم إلينا من اليو بليانة مراسل الغد سلام كيالي سلام ضعنا بتفاصيل البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وماذا عن التعهدات التي تضمنها نعم كاترين عمليا الاتحاد الأوروبي يسعى لإغلاق حدوده حتى قبل أن تصل أفواج المهاجرين واللاجئين على غير المجرى في العام 2015 هذا هو التوافق حتى المسودة التي تسربت قبل البيان الختامي قبل يومين من البيان الختامي هي عمليا تحصيل حاصل ما جاء في البيان الأخير لما قالته المفوضة العامة لشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي الاتحاد يسعى لأن يكون هناك حلول جذرية للمهاجرين أو النازحين أو اللاجئين الأفغان في الدول المحيطة أو حتى في أفغانستان هناك مساعدات مالية سيكون هناك عدة خطوات أولا هناك نوع من المباحثات مع طالبان رغم أن ييلفا يوهانسون قالت أنه لا توجد مباحثات سياسية مع طالبان ولكن جوزيب بوريل قال يوم أمس أنه بعد مكالمة مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال أن هناك مباحثات مع طالبان ولكن هذا لا يعني الاعتراف بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإيجاد حل يسعى لإعادة النازحين وهذا ما قالته ييلفا يوهانسون نحن نسعى لإعادة النازحين الكثير من النازحين عادوا فعلا إلى بيوتهم وإلى منازلهم هذا هو الحل الأفضل والأمثل لهؤلاء لا يجب أن يكون ضحية على سبيل المثال لإتجار بالبشر أو لخوض الطرق الصعبة والطويلة والخطرة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي هي قالت أن معاهد الجنيب تنص على أن اللاجئين لديهم حق البقاء والحماية في أول دولة يمرون بها وبالتالي فأول دولة يمرون بها هي الدول المحيطة بأفغانستان وليست دول الاتحاد الأوروبي هذه هي ذريعة الاتحاد الأوروبي يريدون أن تكون هناك حلول جذرية لهذا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسيلة هندولاين زادت من حجم المساعدات الإنسانية والمالية التي كان من المفترض أن تقدم لأفغانستان كان المبلغ حوالي 57 مليون يورو ووصل إلى حد 207 مليون يورو ستقدم لأفغانستان لجمعيات ومنظمات إنسانية تعمل في أفغانستان وأيضا لمنظمات وجمعيات إنسانية تعمل في باكستان وفي الدول المحيطة في الهند وفي إيران أيضا ولكن في إيران لن يتم تقديم الأموال للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات المفروضة عليها على حد قول مصدر في الاتحاد الأوروبي ولكن سيتم ضخ هذه الأموال في الصليب الأحمر لجمعيات تابعة للصليب الأحمر أو للصليب الأحمر بشكل مباشر أيضا هناك على المستوى القريب على مستوى الحدود الأوروبية كاترين هناك مساعي لأن يكون هناك أنظمة مراقبة بالكاميرات بطائرات الدرون المسيرة لإكتشاف طرق جديدة قد يسعى المهربون لاعتمادها بدل الطرق القديمة التي اعتادوا على تهريب البشر السوريين العراقيين وأيضا الأفغان في السنوات الماضية سيكون هناك تدخل لفرونتيكس القوة المسؤولة عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي للحد من الوصول إلى دول الاتحاد هناك انقسام بشكل فعلي في هذه النقاط فيما يخص وصول اللاجئين ولكن هناك توافق على أن من سيتم استقباله كاترين في هذه الفترة هم المستضعفون النساء الفتيات القضاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان الكتاب سلام لو تضعنا بجدوى الأعمال اليوم مع بعثات الاتحاد الأوروبي أو مع بعثات النتو يعني ماذا عن اجتماع وزراء الدفاع اليوم تقديدا؟ نعم الاجتماع يبدأ بعد ظهر اليوم سيكون أيضا سيحضر ممثلون عن الناتو وأيضا سيحضرون ممثلون عن الأمم المتحدة الاجتماع يهدف لمناقشة ما جرى في أفغانستان هذه لم تكن على جدول أعماله الاجتماع كان مقرر قبل شهلين من الآن ولكن المستجدات فرضت أفغانستان على أجندة وزراء الدفاع اليوم وأيضا وزراء الخارجية اليوم سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ملف أفغانستان بمعنى أن هناك دراسة هناك محاولات لأن يتعلم وعلى حد تعبير جوزي بوريل يجب أن يتعلم مما حصر في أفغانستان هناك قد يحدث نفس السيناريو ذات السيناريو في العراق أو في دول الساحل لذلك جوزي بوريل قال أن على الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة خاصة خاصة أن الولايات المتحدة باتت منكفئة على نفسها ربما بهذا التعبير أنها لا تريد أن تدافع أو أن تشارك الاتحاد الأوروبي بالمخاطر التي يشعر بها لذلك جوزي بوريل يسعى لأن يكون هناك قوة خاصة بالاتحاد الأوروبي للتدخل السريع هناك تصريح بأن تكون هذه القوة خمسة ألاف وهناك تصريبات بأنها قد تتصل إلى خمسين ألفا هذه القوات ستتدخل في المناطق لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي إذن على مدار يومين سيكون هناك اليوم ويوم غد هناك اجتماع لوزراء الدفاع برئاسة جوزي بوريل لأنه ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أيضا يوم غد سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية وبعد غد هذان الاجتماعان أفغانستان مطروحة بقوة على هذا الجدول هناك مساعي وتنسيق بالمناسبة بين المفوضية الشؤون الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي هناك اتصالات بين جوزي بوريل ووزراء خارجية الدول المحيطة بأفغانستان لإيجاد حلول بمعنى أن الداخلية تتخذ قرارات بخصوص ضرورة إيجاد حلول للنازحين الأفغان في الدول المحيطة أو الداخل الأفغاني وجوزي بوريل يعمل على وضع هذه السياسة على أجندة الدول المحيطة بأفغانستان وعلى أيضا أجندة الدول الشريكة للولايات المتحدة هناك مباحثات مع الولايات المتحدة هناك مباحثات مع كندا وبريطانيا خاصة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تتحمل كندا بريطانيا والولايات المتحدة أيضا مسؤولية اللاجئين الذين قد يصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بمعنى أنهم دخلوا أفغانستان معا وخرجوا معا وسيتحملوا تبعات الخروج بشكل كامل وليس على الاتحاد الأوروبي وحده أن يتحمل هذه التبعات مراسل الغد سلام كيالي كنت معنا من اليوب اليانا شكرا لك